اس بوان ناف اشتركوا في القناة 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 ان الو glaube اسم عمٍ هو ان هناس استحركوا في القناة اشتركوا في القناة في قناة اشتركوا في القناة avant اخطروا حول وكمتبوا ايوش اشتركوا في القناة ما هو الفنمون بالضبط؟ الفنمون اسمه بيبن المدينة الفنمون الثاني تقول بكل دموة أول مرة يتعمل في تونس على خاطر جولة تابليس اللي هو باب منارة صلقات بتاع باب منارة وكبر عبدالله ترجمان وكبر الجندي المجهولي هم بلس بجنب بعضهم وعملوا لهم في خوشيكسون مع صلقات باب منارة كيفاش كان بالضبط فما جو كبير هادية؟ ولا شو جو كبير وعملوا مام حتى يبقوا جيكسون على اقبر الجندي المجهول وعبدالله ترجمان الضريف متاعه ومنطق تبدأ تسمع في القصة متاع الشخصيات هذوكم اللي قاعدة دور الهات اوكي اه بش تتكلم دونك وقت ايش تبدأ تتكلم ذي التسعة ونسة كيكا قد؟ والله هو يامر وين اخي تتصدليك انا تويكملو كانت حتكشل اليوم كل من تسعة متعليل حتكشل الحداءة نظر بش تتكلم وين هذا يا وين؟ نعودلك تعلمب اك الفيديو يعودلك في باب بنار اوكي غدوة سديب و سعيدة اوكي تتجرب وزارة التقاف فيه وفاما جديده ينابليكاتون اللي هيتعمل تتمتي ناس دخلت معتها في الحكاية كلها اللي هم عامل بشيخ تشويل بفاتونك تنجم الدور تحل لابليكاتون الدور في بلاسة هذيك وتسمع قصص الحكاية الرقم أنا بدأت تعطي مفعولها معنى هذه والله والله حاجة به بدأت تعطي مفعولها وهم عملت بها الدولة شوية وفهموا اللي راه لازموا ويبدلوا بشوية بطريق تقديمه اسي غاسة فو سي ذيالجندوبي انتي واصحابك والناس اللي قاعدين تخدموا على الحاجات هذوم برسي بوكو ذيالجندوبي يعطيك صحة برسي بوكو خليل كلمة لخيتام شرايك فيها فاسة كلمة لخيتام وانتي تخدم معاني والله يا كلمة لخيتام احب بشكوركم موقولكم والله يبرك الله فيكم واشونا تقبلو غدويك بليه يا ذيالجندوبي ماني اخوك براهيم معاك بليه اشتنصحني مع الجماعة خط قالولي المرة الاخرى نور غير مني ولا شنو اه اشتنصحني تاوي انا منزلتكي جيت وعندي معاهم بشنا عادي معا مقايت اشتنصحني نعمل والله يننصحك يا برهوم ومنشكونوا الرد بالي بالضبط عايش خوية نصحني مثال اكتر واحدة رد بالك منه هو نو اي واشتر دي جال في طياتهم خبي برشا عمية لذاك في نو كان انصحك من صحة معامل حيلة في ترك الحيلة اذاو شوف فتا لك اي دي ما يقولو هالي دي ما الحيلة في ترك الحيلة نلقى ناس كل عنده حيال كنانة اي 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 نعربه شكرا ذي الجندوبي يعطيك ساعة نتقابلوش على غضو ويكون باحذينا ذي الجندوبي في برنامج رمضة اميزك نرجعو للبرنامج نرجعو لذيفنا The Amazing Berhome بالليه قبل ما نبدأ ونحب نسالك علش The Amazing Berhome علا خطرني Amazing معنا نجم ونشوفه نور سعيدي The Funny والله اي كانوا مقتنى اي دي ما يسقلوا لي سيانا كله ما نريد روحي Amazing وانا استنى حتى شكون يفاليديلي انستغرام عطيني الحق نبدأ الاسمي كما نحبان الاهم هو مارك مخليف نسمي روحي The Amazing Berhome نجم انا عندي الحق النجم نسمي روحي The Beautiful Marwain اسمح لك اسمح لك يزيد الانستغرام في فازة اسمح لك انك تكذب اه اوكي لقى هذي عندي رك تحكي مع علي ولا على ابراهيم صاحب انا احكي على ابراهيم مش صاحب نحكي على عرفي اهوه اهوه هكا البرنامج رجع شد 2 امتهم بي اابراهيم بن عبدالله نشوفوك في شين يوتوب Rebirth Academy موجود في The Amazing Berhome على الانستغرام ابراهيم بن عبدالله على الفيسبوك حلقة معاك نجم فلوجة سنة فرس عبدالدايم شهيرة نوح نوح سنة كاسر الدنيا اه احكي لنا اخويا سؤالي لولاني كيفاش بديت الفكرة منين البداية منين اثنية الفكرة من اللول كيفاش اي اخويا دونك انا 2018 كنت نعمل في سيري على يوتيوب اسمها From Depression to Success كيمها هكا صوت البرهم يحكي في حكايته مع الدبريسيون وكيفاش خرج منها ويحاول يبرتاجي مع الناس كيفاش عاونتوا تجربة هذي وشناول يتعلموا عاونه باش خرج من الدبريسيون فالحقات الاخرانين ولينا نعملوا نجيبوا ان فيتي كيمها هكا صوتا كهو ونجيبوا ان فيتي ويحكيين حكايته زادا جبنا سحري بحري جبنا عباد مش معروفين سحري بحري معروف على الأخر لأبار سحري بحري عباد مش معروفين تحيا لي بايدو تحيا لي تحيا لي سحروج دونك عملنا حلقاتها كيكا ووقتها عجبتني فكرة البودكاست أما صوتها كهو مقتش هذا 2018 2018 دون كنت من السابقين والله قال لي هيا مش فكرتي وقتها عايد غانم زادا وجاه له تحيا تحيا لي الواتو برودين يسجل فاها لأمور متاعي الكل قال لي راهوا الفكرة هذي به وتمشي مع صوتك وتمشي مع الجاو اللي تحب تعم وبععد قصينا عليها يصير تورو في العالم لكل البودكاست والبودكاست حاجة مرتاحة برشا وانا تعجبني نحب قعدك ويعجبني الراديو زي دا البودكاست بين الراديو وفام حاجة شنجيك للتجربة متاع راديو دسجيب الصوتك مش عاجبني وانتي تقول لي فيها شنجيك للتجربة لحل فيها حسيت لا لا واسع بالك إبراهيم لا لأمور واضح با 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 هم توا الناس قاعدين يسمعوا فينا يمكن ما ما زلوا ما يعرفوش ريالما شنو معناها كوتش دو في با شنو معناها بالضبط معناها بش نبستوها الكلمة خطر وليتوا تدور برشا الكل ما نسمعوها سرتو في الإذاعات في الراديوات الستار ريطلو في تلافز معايا الكوتش دو في الفلاني لك إكسبير عن ديجيتال لذوك ما كفل نعاون كيفش ترد الخبير ديجيتال با كيما نقولو كوتش متاع سبور اول سؤال نسألهول كوتش متاع سبور قولو فانا سبور نفس شيء كلمة واسعة برشا انا اللي نعمل فيه تسمى يعني العبد يجي للبرهوم باش يعاونوا انو يفهم غايته من الوجود في الحياة با نصير هذي جواب كبير برشا سؤال بلتو كبير برشا شنية غايته في الحياة عالش تخلق نحنك الخدمة اللي يخدموها الياف پيربس كوتش هو انو يعطي الاسألة اللي استحقها السيد في المرحلة هذيك ويعاونوا كيفاش يجاوب عليها من عنده فاثنية باش نعرف انا علش تخلقت تازم نعرف انا شكون شنية المشاكل اللي عرضتني وموقفتني بش النجم نقدم نعرف روحي انا شكون وبيانسير كل ما تابعا عابدي نجم يخرج منه اول سؤال نتصور باش يكون في ذهن اللي قاعد يسمع فينا ويتفرج فينا علش انتي بالذات برهم يجيوك باش انتي تفسر لهم هما شكون معانتها شنوه تكوينك شنوه الباكراوند متاعك اول حاجة كان نسألو كينسألو الناس ديما اللي يجيو يخدموا عبرهم ولا اللي يتابعوا فيها على السوشال ميديا كتسألهم يقول لك صدقتو يقول لك القصة انتاعو اقنعتني ومن بعيد بالفيديوهات بركة صار علي شانجمون كبير ويراو القصص انتع الناس اللي خدمت معاهم مني لهم هذا جواب الناس اللي خدمت معاهم بالنسبة ليان تجربتي اللي تعديتها باش فهمت روحي الى حد ما المشاكل النفسية اللي تعديت بيهم والاستاج اللي عملتهم من البيانيل اللايف كوتشن الكلاسيك الستندار معناها الحاجات اللي تعلمتهم في ثنيتي في التواصل في القيادة هذو ما الكل خليوني حسب رأي مؤاهل اني النجم نعاون الناس انها تفهم مرواحة اكتر معنتها دابري نقولي نور بس انا خان فساله ساعي كما العادة لازم كل تضيف فساله لانا هوني نرتقي بالحوار اي اي اتفضل انا هوني نرتقي بالحوار انا هوني نرتقي وانا نقولش بهم حواراتكم مراقية كل ما تتكلم من تها اي اي اتكلمين ولا ان شاء الله ترتقي عادة او سبروس نشوف الفازة هيك بديلك قالك شمعناها كوتش دو في وقالك زيدا توا برشن الناس كل خارجوا كوتش دو في بديتلي حكايتك اخوة لي عمالت بودكاست من الفين وثمونتاش قاعد تعمل في الكوتش دو في من وقتيش هيدي الفين و الفين وثلتاش من الفين وثلتاش من غارتش كيف الناس كل ولايت كل بوب كورن تق 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 بكوتش دو في من غارتش على من غارتش هوني لعبت المزدقية نتصور خليلك الايجابة بتاع اي نجي ساعة الفين وثلتاش مستر نور هبط اول فيديو على اليوتيوب اه دونك نج من وقتها نبديو نحسب بوسكن غارتو لما من غارتش على خاطر وقتها ولت في الديجيتال و الحق شنو هو الفيديو الفيديو العنوين متاعو القراية ضاية على المستقبل بالذبات نقطة استفهم اي انا نقطة استفهم اي انا جايك للفيديو هيدا بالذي تفوست نجيوب نور وهان يجي تخوي واذاكرني نقطة استفهم اي 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 ولا يهمك ولا يهم دونك استاذ نور وقتها كي كنت نتكلم كييني نتكلم بالشنوى دونك كي وليو برش عباد وليت الناس عندها واقعة اوكي فهم حاجة جديدة اسمها لايف كوتشنج اي نشوفوا شكون الباهي توا وشكون اللي مشباه دونك انا بالنسبة ليانا للبرهوم ساعدتني وقتش ننغر كي راش كون مستسهلة وبي مجرد انو يعرف يتكلم ويعرف يعمل فيديوهات يمشي في بيلون لايف كوتش ويبدأ ينصح في الناس في نصائح كبار اللي الناس ما تصدق يش كيف تلقى سكون يعمل في نوامر اكثر منك والله الحق متعربي الحق متعربي مش اكا لغة متهمني شنوى تهمني برشة نوامر اما ليهمني اكثر قديش الامباكت متاعي على الناس اللي نخدم معه الحق متعربي ما نغرتش من نوامر بلاي فهم حاجة اخرى زيد كونسرنو الموضوع ذي بتاع نوامر فهم زيد الانستغراميز بتاع بنائيا يبدأ عندها تدبر اربعين الف خمسين الف فان يتبعوا فيها مثلا على تصورها في السلد وسبور على الماكياج متاعها وكل شي الى ان يجيك الماموة تعملنا اسك الاسكة ذيكة تبدأ الناس تحكي في مشاكل كبيرة ياسر مع عائلاتها مع اخواتها لحظة البنية بيتها عمرها 20 سنين وتعمل فيديوهات وتنصح فيهم وصاعاتك تشوفها كيفاش تعيش تقول هذي الحياة المزبك تعيش انتي شنو انسيعتك للناس انتبعوا في الانستغراميز والانفلوليونسيو زيو ما برهوم والله هي نصيحة عامة في كل شي تحب تتعلم حاجة ولا عندك مشكلة في حياتك في جانب معين من حياتك حتى كي بش اطلب النصح مش لازم تخص اطلب النصح من عند عبد اللي الجانب هذك في حياته يعج بك وهو ناجح فيه معناها ما نمشيش الواحد فاشل في العلاقات كيمال برهوم ونقول له كوتشيني في العلاقات كيفاشل في العلاقات ما نمشيش الواحد فاشل في العلاقات في الصداقة مثلا كيمال نور يعني في مشاكل ديهم اصحابهم نقول له عن صحيك فاش نعمل اصحاب بهين اللي تكنتي وبراهيم مثلا مصحاب اصدقاء ذلك دي دونك نرجع اسئل العبد اللي متميز لجانب هذك في حياته على الأقل كي تطلب النصح وبينشور ديهم البروفيسيونيين ربحونا وقت برهوم انا واحد من الناس اول فيديو نذكر وقتها ريتو في تندانس وقتها طلع على تندانس يوتيوب وقعد يدور برشة على الفيسبوك اللي هو هل القرية توصل كين فيديو صادم نوعا ما انو شخص يحكي هكا يجي مس مسلمة من المسلمات اللي عنا تربينا عليها تربيو والدينا اقرى على روحك ظهر للقرية من اللي تحل عينيك وانتي اقرى على روحك اقرى على روحك اقرى على روحك احنا قرينا على شمعة احنا كيجدو هذيك الكل اليوم بعد اكثر من عام والمالفيديو هذيك انت شنو رايك في النظام التعليمي نفسه هو بيدو هذي اللي قلي انت حكيت عليه طقس لازك رأي تبدل مالفيديو هذيك لليوم ولا من وقتها شنو رايك ما هو رايك بنعود ونذكروا الناس اللي خاديني اسموا فينا في النظام التعليمي وشتوى رايك في الفيديو اللي انتي بعد اللي عملت هالفيديو وقتها ومنو قبل وقتها رايي في النظام التعليمي انو نظام تعليمي تفاشل والدليل هذيك علش غادرتو على بكري انا ومشيت نعمل في نظامي التعليمي الخاص ونقرأ على طريقتي من هنا من وقتها الي اليوم النظام التعليمي ماشي ويزيد يتخلف ممكن هو قاعت في بلاستو اما الدنيا ماشي وتتطور بسرعة كبيرة والعقول ماشي وتتطور بسرعة كبيرة دونك هذك هو الرأي جوست نكمل لهذي الناس يقولولي ديمة بعد ما نقول الرأي هذي يقولي شنو معناه انتي تقول للناس بطلوا القراية لا قاعد نعطي في رأي في النظام القراية مهمة طلب العلم مهم اني نكون شخصيتي ونكون روحي مهم جدا اما اللي قاعد نقول فيه انو نظامنا ما هوش قاعد يحقق في الحاجيات وفي الغايات اللي يتأس من اجلها الانظمة التعليمية في العالم شكرا شنو عرايك نوروم سعيدي حسيتك هكا امبرسيونيux بل راي يراي عليش هابطة الفيديو 2006 هكا والله هابطة الفيديو من محادث مثلا عندك ما تقول ابراقيم في الموضوع هاذي هimately اللي عام هابطة الفيديو من محادث اهم 2006 بأور كل ما هوكامش اسمها تنامر هكا والله ازحيا ايا ايا عيدان شخصي una أتأكام Poe ما فهمه طوي ما فهمه حاف livestream باب هو ضربة ضربة عالاخر لفت انك تقول هادو ميل سيس اهاوك جست معنى ما قريتش حساب متاع انكري و سكندال متاع فيش قاعد يحكي هذيه ما قريتش حساب تراه انتي وين كمال تقرأتك هذيك عريش بتقول في النظام التعليمي فاشل ما قريتش حساب هذيه ما خفتش فهمتك 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 كما مثلا ممثل يبدى ناجح برشا نعطيه اكثر اكزامبل معتها في تونس معناها من انجح الكوميديين اللي في تونس يمكن حتى من اكثر الممثلين اللي عمل الفلوس دونك يتسمى شخص ناجح عمل نجح عمل نجح عمل مسلسلات افلام كذا يطلع يقول انا ما عنديش باك ضربوا عالاخر ضربوا عالاخر الفيديوه كانت ذاكروا الناس في برنامج الناس تقولوا انتي شنوى مستويك وكذا العركة هذي كده اجاب من وقتها وما قريتش حساب المعنى الرياكسيون هذوما ما دار دعوكش ما خليوكش تشوك اتراجع تعم ورجعت من جاي بشوي بشوي ساعة قريت حساب اي ومتوقع هذا على خاطر انا نقول فيه من قبل ما نبدأ نحبط فيه على السوشال ميديا معنا هذك انا عاطم وكمال الكلامك مروين انا تولطي العبدالله نجح في الفن في الارتيستيك باقي مشكلة واحدة يجي يقول لك راني نظام تعليمي متاع مش كمال القرايط ويجي يقال لك رامش نقارريك باكسح ببساطة هذيك علش اول فيديو بديت بها وقتها مش على خاطر انا الغاية متاعي الوحيدة اني نقنع الناس ونظام تعليمي متاع تونس مهوش باهي على خاطر البرهوم ارا انه اذا كان ما نمشيش غادي ونتكلم في النوايوم متاع التغيير متاع مجتمع اللي هو التعليم والتربية اللي نعمل فيه زايد ولي بشي اعرضني من الكلام اللي قلت عليه انتي اللي هو اعرضني ومازالي عرضني ساعة ساعة لتوا قل اما مازالي عرضني ساعة ساعة ضروري ضروري انو يتقال خاطر ذيكا في علم التغيير نسميوها المقاومة الضرورية مقابل اي عملية متاع تغيير تحابني حكمة انا لا مازالنا مازالنا في الحكمة اشوف ابراهيم نتصور بش ننتقدو حاجة دجا وانك تخرج من وسط الناس الكل و تقول الكلمة ذي هل في نفس الوقت عندك حل تشوفي حلول عندك رؤية معينة شنو الحل؟ حاضر عندي اوديو بوك يخرج مدة اخرى بعد ما نكمل بلايك توانس الكل الهجرة والله الحاكم تعربي اوديو بوك يخرج في تونس اسمه تعليم الايهانة ورجود الجبان الكتابة ذي عباهي العنوان مضخم مضخم مفيش حتى طرف استفزاز لا لا حبينا نعمل عنوان لطيف بالسياسة اوديو بوك يخرج 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 على الموضوع اكثر خلطي التلقيت الوعي planned وضع الدورة العمال الفنى يعطي باتي أيضا سحل أن تعلمنا بم Thank you صفحكم لل Ribeye إيجاب التربة باوقع توكني نحكيه. الفين وستش تكلم عن نظام تعليم. تكلم عن نظام تعليم. يج بد التربية. يج بد حسب رأيك. انتي تساند سوس الجمني في طريقة طرحة في المسأل. دير اختيارك. انا يكون بحذ. اول ذيب. ما هيش بزهر. نرجع لك. لحظة سمحني نور في ساحل. علي سؤال فخ هاو كان بعض. انتي سؤال فخ وترتقي. باي هي تفضل. باي ذوي. باي ذوي. باي ذوي. اكثر حاجة كنت قلقتني في نظام التعليم هي الاسألة الفخ متاع للمعالي. آآ فما سؤال بيجة. آآ ردو ملكم. سعاد تكون رايد. شوك ذي مريفز. ما عندك حتى مشكلة. آآ فما فخ راغه. به اي. به اي. اي. به اي. اي. اسؤال سؤال الفخ. حوي. ركبت على الموجة معناها فلوجة معناها أغذر أغذر إبراهيم شعمل معناها عمل مشيت فلوجة ياخي شعمل وفهم البودكاست هويت يمشي وقاعدين تاو ضربين زموج عمل البودكاست ما هو ماشي وجيب البطل ورحوك ركب على الحدث والله نقول الحق أنا مش كبت أنا نعوم بطبيعتي ياخي نعم لك الرأي الموجة خلط ياخي تنظر بحل عمان ياخي الحمدول لربك سهل سبعان نرجع لحكاية القراية توسل ولا ما توسل لش نظام التعليمي كل شيء إبراهيم بن عبدالله تصورني أنا مواطن ما نعيش في العاصمة معناها ما عنديش لزيبورتونيتي اللي موجودين عند الناس اللي عيشوا في العاصمة ولا في سوسا ولا في سفيقس ولا له تصورني نعيش في منطقة عريفية وحلي الوحيد للنجاح هو المكتب والقراية شنو أنا عمل لنا في الحالة هذي براهيم الأسألة هذو من الجمس جيب عليهم معموما خاتر قاعدين نعمل في اسمشن تسامة بلونغ ليه يعني فرضيات السيد هذي نقعد ونحكيه معاه ونسمعه ونشوف المحيط متاعه وش عنده إمكانيات وهو باش مغروم ومبعد نعملوله بلان على قده هو معاه القراية با باي ذوي مرة أخر معاه معاه القراية كيفاش ينجم يوصل الأحسن فرسيون منه وأحسن مهارات اللي تضمن له أنه بشين جا حيث ما ينصف اللي يحب علي أي لايك على الأخر يا برو اللي كنت أدخل فيه لكل تحيي للقراج متاع مازلنا في برنامج رمضة ميزك نخرجو ترتاحة موسيقية ونرجعو لكم البرنامج رمضة ميزك